سناء كيرود تدخل على خط قدية سعد المجرد وهذا ما قالت إليكم التفاصيل فقد تطرق سناء كيرود لموضوع سعد المجرد والجدل الحاصل بسبب الدعم الكبير الذي تلقاه من طرف النساء رغم أنه متهم ومسجون بتهمة الاغتصاب التهمة التي تمس كل النساء ونشرت سناء كيرود عبر صفحتها الإنستغرامية فيديو لسعد المجرد وأرفقته بتدوينة تطلب العفوة على سعد المجرد القابع في السجن وتوجه رسالة مبطنة لكل مرأة ستكون ضدها معتبرة أن الفتاة الفرنسية كانت طرفا في القدية وليس وحده المتورط وهذا ما قالت اللهم فرجي الهم وخافي في الكربة ومنح إبادك الوسيلة الفضلة والصبر على البلاء والاختبار هناك اختبارات تقسم الظهر وأخرى كالعبر تقويك وتطهرك لتليدك من جديد الله يرحم لكم الوالدين ما تجيش عندي شي بسودون يسويات تتكلم لي على الاحترام وكرامة حقوق المرأة الاحترام الكرامة والحرية والمساواة بديهية إنسانية من حق المرأة كما الرجل أساسية حيوية لا يختلف عليها اثنان ضرورية لتبنى دميت في المقام الأول وما عندها علاقة بجنس أو التسييس رخيص لمفهوم الجنسانية إلا أني كمرأة أذكر نفسي بالوجهة الأخرى لعملة الحرية والتي أغفل عنها عمدا أو عنسه وهي وأنا أطالب بحق الشرعي في المساواة والحرية وبضرورة احترام هذا الحق وحمايته ألا يجب علي بالمقابل أن أهيئ نفسي البالغة العاقدة الحرة والعادلة للمشاركة في المسؤولية وتحمل تبعات إساءة استعمال هذه الحرية؟ ألست شريكة في هذا الفعل الذي أدى إلى هذا الحدث؟ ألم أسئل إدارة هذه الحرية عندما وضعت نفسي والآخر في موقف خرج عن السيطرة فعردني وشريكي للخطر؟ لذلك أنا كنقول يا إما تعقب جميع أو يتطلق صراحنا جميع وعندما استعملت عبارة فسود نسوية فأنا أقصد بحديثي أولئك المتعصبات المتلاعبات بمفهوم النسوية والمبالغة فيه لدرجة الشيطنة ترجمة نانسي قنقر